بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا عزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات اليوم إن شاء الله بإذن الله سنحل سويا الاختبار التراكمي للفصل الثاني في صفحة 98 لدينا الاختبار التراكمي طبعا هو مقسم على أقسام القسم الأول اختيار من متعدد لدينا في السؤال الأول اعتاد عيسى أن يمشي حول مزرعته فمشي في أحد الأيام 2 كيلو على جانب منها ثم هذا 2 كيلو على هذا الجانب ثم 3 كيلو على الجانب الآخر ثم قطع المزرعة كما هو مبين في الخط المنقط كم كيلو مترا تقريبا مشى داخل الحديقة فقط ليعود إلى نقطة البداية الشكل هنا لدينا تكون لدينا ماذا أحسنتم ممتاز تكون لدينا مثلث قائم الزاوية وضعنا هنا رمز الزاوية القائمة دليل على أن الجانبين جانبي الحديقة متعامدين ثم قطعهم للعودة إلى نقطة البداية فتكون لدينا مثلث قائم الزاوية كيف أحسب اللي هو عدد الكيلو مترات اللي مشاها عيسى ليصل من نهاية مشى 2 كيلو ثم 3 كيلو كيف أحسب اللي هو قيمة أطول الخط هذا المتقطع أو المنقط أحسنتم ممتاز إذن الخط هذا عبارة عن وتر المقابل للزاوية القائمة هو وتر في مثلث قائم الزاوية أحسنتم نطبق نظرية فيذ غورس سريعا إذن جيم تربيع اللي هو مربع الوتر رح يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين الضلع الأول 2 و الضلع الثاني 3 ربعناهم وجمعناهم سريعا لأن اختياره من متعدد اثنين تربيع أربعة زائد ثلاثة تربيع تسعة المجموع رح يصير ثلاثة عشر طيب نحن الآن اللي هو جيم فقط أحسنتم ممتاز نقوم ناخذ اللي هو الجذر التربيعي للطرفين رح يكون عندي الناتج سالب وموجب جذر ثلاثة عشر طيب جذر ثلاثة عشر طبعا رح يكون عندي جيم اللي هو موجب جذر ثلاثة عشر لأنه أطوال رح نستبعد الإجابة السالبة طيب الآن جذر ثلاثة عشر هل يساوي ثلاثة؟ لا لأن جذر تسعة هو الثلاثة أحسنتم ممتاز طيب هل يساوي ثلاثة عشر؟ أيضا لا لأنه هو جذر ثلاثة عشر ممتاز طيب هل يساوي خمسة فاصلة اثنين؟ لا لماذا؟ لماذا؟ لأن الخمسة جذر خمسة وعشرون يعطي خمسة الآن خمسة فاصلة اثنين أكبر من اللي هي كم؟ خمسة اللي هي تساوي كم؟ خمسة اللي هي جذر خمسة وعشرون إذن خمسة فاصلة اثنين أكبر من خمسة اللي هي جذر خمسة وعشرون نحن جذر ثلاثة عشر أصغر منها اللي هو كم أحسنتم ممتاز؟ رح يبقى لنا اللي هو الخيار باء الخيار باء ممتاز وأصلا الثلاثة عشر محصورة يعني لو جينا حليناها بطريقة ثانية ثلاثة عشر محصورة بين التسعة والستة عشر لو أخذنا الجذر التربيعي للأطراف الثلاثة رح يكون عندي هنا ثلاثة عفوا إذن ثلاثة عشر أكبر من تسعة وأصغر من ستة عشر لو نأخذ الجذر التربيعي للأطراف الثلاثة رح يكون عندي ثلاثة أصغر من جذر ثلاثة عشر اللي هي أصغر من جذر ستة عشر أربعة يعني معناه أن جذر ثلاثة عشر محصور بين الثلاثة والأربعة وين الخيار اللي محصور بين الثلاثة والأربعة أكبر من ثلاثة ليس ثلاثة وليس أربعة بينهما لهباء هذه بطريقة أيضا أخرى أراد عماد اختيار عدد قريب من الخمسة فأي عدد غير نسبي مما يأتي هو الأقرب أقرب عدد للخمسة ممتاز زي ما ذكرنا قبل قليل الخمسة هي الجذر التربيعي لمن؟ ما هو العدد المربع الكامل؟ اللي جذره يساوي خمسة حسنتم اللي هو خمسة وعشرون نريد أقرب عدد للخمسة وعشرون من هذه الأعداد المذكورة أمامنا أحسنتم ممتاز اللي هو السبعة وعشرون الثلاثون تبعد خمسة عن الخمسة وعشرون طبعا لأن هنا جذر أن الخمسة تساوي جذر خمسة وعشرون الثلاثون تبعد خمسة أكبر من الخمسة وعشرون العشرون تقل بخمسة عن الخمسة وعشرون السبعة وعشرون تزيد اثنين عن الخمسة وعشرون الثمانية عشر تقل بكم؟ تقل بسبعة بعيدة عن الخمسة وعشرون إذن أقرب عدد غير نسبي للخمسة هو جذر سبعة وعشرون لأن الخمسة تساوي جذر خمسة وعشرون ممتاز يبعد القمر حوالي ثلاثة واربعة وثمانون من مئة ضرب عشر أس خمسة كيلو متر عن الأرض عبر عن هذا البعد بالصيغة القياسية الصيغة القياسية هذه الصيغة ماذا نسميها؟ أحسنتم العلمية العلمية مختصرة علمية مختصرة الصيغة القياسية لا يعني العدد في صورته الأساسية بدون اختصارات أحسنتم هنا الأسموجة يعني راح أحرك الفاصلة أحسنتم جهة اليمين كم؟ خمس خانات واحد اثنين طيب الآن انتهت الخانات لدي أحسنتم أضع ثلاث أصفار إضافية ونضع الفاصلة هنا طبعا الآن الفاصلة هذه ليس لها أي داعي لماذا؟ لأنه لا يوجد الآن جزء عشري فيصير الرقم عندنا كام؟ أحسنتم ممتاز اللي هو نكتبه مرة أخرى كان هو ثلاثة الفاصلة كانت هنا حركناها خانة بعدين خانتين احتجنا إلى ثلاثة أصفار ثم ونضعنا الفاصلة هذا هو الآن العدد الجديد اللي هو أين؟ أي خيار؟ أحسنتم ممتاز اللي هو الخيار جيم الخيار جيم واضح؟ أزاي الطلاب أزاي الطالبات يبلغ قطر خلية الدم الحمراء أربعة وسبعون من الآن كم خانة عندي بعد الفاصل؟ كم يعني خانة عندي؟ خمسة خانات ما هي قوة العشرة التي لديها خمس أصفار؟ أحسنتم ممتاز اللي هو المائة ألف فننطق الرقم هنا نقول أربعة وسبعون من مائة ألف أربعة وسبعون من مائة ألف سنتيمتر تقريبا عبر عن طول القطر بالصيغة العلمية الآن لا نريد أصفار وعدد كبير نريد عدد مختصر أحسنتم ممتاز رح نضع ماذا؟ أربعة وسبعون العدد هذا اللي لدينا أحسنتم ثم اللي هو طبعا قلنا نضع الفاصلة بعد ماذا؟ أول عدد على يمين يعني الآن نحرك الفاصلة لاحبوا هنا كم حركنا الفاصلة لنصل إلى السبعة؟ واحد اثنان ثلاثة أربع خانات نضع الفاصلة على يمين أول عدد على يمين أول عدد طيب حركنا الفاصلة كم الآن؟ واحد اثنان ثلاثة أربع خانات يعني أضرب طبعا نحن حركنا الفاصلة جهة اليمين يعني العدد الأساسي عشان أحصل عليه برجع أرجع الفاصلة أربع خانات لليسار تحريك الفاصلة تحريك الفاصلة جهة اليسار عبارة عن حسنتم قلنا عبارة عن قسمة وحولنا القسمة في الدرس في خلال الدرس عبرنا عنها حسنتم بالأس السالب يعني رح أضرب في عشرة أس سالب أربعة عشرة في عشرة أس سالب أربعة طبعا الآن هنا لما أحول من القياسية إلى العلمية يكون عكس هنا حولنا من العلمية إلى القياسية نحرك الفاصلة بعدد بعدد اللي هو خانات بعدد بنفس الرقم اللي عندنا هنا خمسة يعني خمس خانات طيب خمس خانات كم يمين لأنها موجب طب لو كانت سالب رح تكون خمس خانات يسار الآن العكس الآن الموضوع أنعكس أنا الآن بحول من القياسية إلى العلمية رح أضرب في عشرة أس عدد ما إذا حركنا الفاصلة جهة اليمين نضع الإشارة سالبة إذا حركناها جهة اليسار نضع الإشارة موجبة واضح هنا الزائد طلاب عزيزي الطالبات لأن العدد أصلا صغير جدا العدد صغير جدا يعني العدد أصلا لما أكتب 7.4 عشان حنا حركنا الفاصلة 5.4 خانات جهة اليمين ضرب 10 أس 4 هذا ماذا يعني لما أكتبها بالصورة القياسية برجع أحرك الفاصلة 4 خانات لليمين يعني بحركها واحد ثم أضع ثلاثة أصفار وضع الفاصلة هنا أصبح العدد 74 ألفا كبرنا حنا العدد لكن عشان تفرقون عزيزي الطلاب عزيزي الطالبات هنا بالعكس حركنا نعم نحن حركنا الفاصلة جهة اليمين لكن نضع الأس سالبا لكن إذا كان لدي الأس جاهز سالب أحرك جهة اليسار واضح عزيزي الطلاب عزيزي الطالبات طيب هنا لاحظوا لو مثلا ضربنا بحكم أننا حركنا جهة اليمين نرفع إلى أس موجب رح يكون خطأ كبر العدد زيادة كبر العدد زيادة نحن الآن كبرنا العدد هنا العدد 74 جزءا من 100 ألف كبرناه هنا خليناه 7.4 كبرناه عطيناه قيمة كبيرة عشان نصغر القيمة ورجعها لحجمها الأصلي ضربناه في أس سالب ضربناه في أس سالب إذن رح يكون الخيار دال هو الحل الصحيح أي نقطة على خط الأعداد هي أفضل تمثيل للعدد جذر ثمانية ما رأيكم عزيزي طلاب عزيزي الطالبات هل النقطة لام المحصورة بين الثلاثة والأربعة وأكبر من نصف يعني ثلاثة أكبر من ثلاثة ونصف أو النقطة ها المحصورة بين الثنين وثلاثة وأيضا أكبر من النصف قريبة من الثلاثة أو النقطة قاف اللي هي الثنين ونصف أو النقطة فا اللي هي الثنين ما رأيكم؟ أحسنتم ممتاز أول شيء بالنسبة لجذر ثمانية يعني ننحلها سريعا مثل ما شفنا قبل قليل وتعرفنا عليها خلال الدرس جذر ثمانية رح يكون أكبر من جذر من؟ أحسنتم اللي هو جذر أربعة وأصغر من جذر تسعة جذر أربعة اللي هو اثنين وجذر تسعة اللي هو ثلاثة يعني الثمانية محصورة بين الاثنين والثلاثة معنات النقطة لام غير مقبولة طيب الثمانية قريبة جدا من مين؟ أحسنتم قريبة جدا من التسعة إذن أقرب نقطة للثلاثة هي من؟ ها إذن الخيار رح يكون النقطة ها اللي هو الخيار جيم الخيار جيم اللي هو للنقطة ها واضحة زي طلاب زي الطالبات يريد معلم صفحة تسعة وتسعون سؤال تسعة يريد معلم الرياضيات تنظيم مقاعد الصف على شكل مربع ما خصائص المربع؟ سنتم أن جميع أضلاعه متطابقة يعني معنات المساحة اللي رح ينظم فيها المعلم مقاعد الصف مربعة الشكل يعني طولها مثل عرضها إذا كان هناك أربعة وستون مقعدا فكم مقعدا يضع في كل صف؟ لدي أنا هنا أربعة وستون مقعد أربعة وستون مقعد عشان أوجد المساحة الداخلية للمساحة المربع نضرب طول الظلع تربيع طول الظلع تربيع يعني أنا ضربت طول الظلع اللي هو ربعت طول الظلع نتج للناتج أربعة وستون نتج للناتج أربعة وستون يعني لو افترضنا أن في كل ظلع سنضع عدد من المقاعد بيكون نفس عدد المقاعد في كل نفس يعني عدد الأعمدة هنا نفس عدد الصفوف بيكون هنا وبالمثل في الجهة الثانية والمقابلة لها ما هو العدد اللي مربعه أربعة وستون أحسنتم يعني نأخذ الجذر التربيعي للطرفين رح تكون سين تساوي سالب وموجة بجذر أربعة وستون اللي هي طبعا بما أنها مقاعد يعني نأخذ العدد الموجب لأن العدد لدينا هنا بالموجب اللي هو جذر أربعة وستون أحسنتم ممتاز اللي هو الثمانية إذن مباشرة هذا السؤال ممكن نحله مباشرة إذا كان هناك أربعة وستون مقعدا كم مقعدا يضع في كل صف أخذ الجذر الأربعة وستون مباشرة اللي هي ثمانية يعني هذا السؤال ما يحتاج مننا حل أقل من نصف دقيقة جذر الأربعة وستون ثمانية لدينا في القسم الثاني أعزائي الطلاب عزات الطالبات الأسئلة ذات الإجابات القصيرة أجب عن الأسئلة الآتية أكتب معادلة يمكن استعمالها لإيجاد طول الظلع المجهول في مثلث قائم الزاوية المثلث قائم الزاوية طول وتره أعطانا طول الوتر 101 سنتيمترا وطول أحد ساقيه 99 سنتيمترا ثم أوجد الطول المجهول كيف رح أوجد الطول المجهول؟ بما أنه مثلث قائم الزاوية معطيني طول الظلعين فيه نستطيع بكل سهولة إيجاد الظلع الثالث باستخدام نظرية فيثاغورس أحسنتم ممتاز إذن من نظرية فيثاغورس مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طولي الظلعين الآخرين نسمي الظلعين الآخرين اللي هو الساقين الساقين نسميهم ألف وباو الوتر اتفقنا على تسميته بجيم الآن نعوض الآن نعوض الوتر لدينا طوله مئة وواحد نربعه يساوي أحد الساقين تسعة وتسعون أيضا نربعه زائدا با تربيع إذن هذه المعادلة المطلوبة يريد معادلة استعمالها إيجاد طول الظلع المجهول ثم بعد ذلك نبدأ الحل في إيجاد الظلع المجهول لدينا هنا مئة وواحد نضربها في نفسها مرتين نربعها سأحطينا الناتج من الطرفين يعني عشر آلاف ومئتين وواحد رح أطرح منها عشرة آلاف ومئتان وواحد رح أطرح منها تسعة آلاف وثمانمئة وواحد عشرة آلاف ومئتان وواحد رح نطرح منها تسعة آلاف وثمانمئة وواحد يعطينا الناتج أربع ومئة يساوي با تربيع ناخذ الجذر التربيعي للطرفين رح يكون عندي با تساوي سالب وموجب جذر أربع مئة اللي هي تساوي سالب وموجب كم ما العدد اللي أضربه في نفسه مرتين يعطيني أربع ومئة أحسنتم ممتاز اللي هو العشرون عشرون في عشرون لدي صفرين واثنين في اثنين أربعة إذن با تساوي كم أحسنتم ممتاز طبعا رح ناخذ اللي هو القيمة الموجبة عشرون سانتي مترا با رح تساوي اللي هو طول الساقف الثاني عشرون سانتي مترا سؤال اثنى عشر يبين الجدول التالي أطوال ثلاثة إخوة كم يزيد طول صلاح على طول عبد العزيز لدينا هذا الأخ عبد العزيز وهذا الأخ صلاح طول عبد العزيز مئة وواحد وثلاثون وربع وصلاح مئة وتسعة وثلاثون وثمون كم يزيد طول صلاح عن عبد العزيز ماذا نعمل هنا أعزائي الطلاب نتذكر من الباب الأول اللي درسناه ومعلوماتنا ومهاراتنا السابقة ماذا نعمل هنا أحسنتم ممتاز فرق بين الطولين فرق بين الطولين يعني طرح نطرح طول اللي هو 139 وثمون نطرح منها 131 وربع أحسنتم ممتاز نطرح منها 131 وربع طبعا هنا لدينا ممكن نضعها بشكل طولي اللي هي 139 وثمون نطرح منها 131 وربع الآن هنا لدينا الثمون أصغر من الربع معنات أنه ماذا؟ نتسلف أحسنتم ممتاز يعني ممكن نكتب الثمون الآن نكتب الثمون على صورة عشرية عشان نكمل الطرح كيف نكتب الثمون على صورة عشرية نتذكر من الحصص الماضية أحسنتم اللي هي نقسم واحد نقسمها على ثمانية واحد تقسيم ثمانية طبعا يعني ما ينفع نضع صفر مع الواحد ونضع فاصلة في الأعلى عشر تقسيم ثمانية واحد واحد في ثمانية ثمانية نطرح يعطينا الناتج اثنين نضع صفر الآن عشرين تقسيم ثمانية فيها اثنين اثنين في ثمانية ستة عشر نطرح رح يعطينا الناتج أربعة أيضا نضع صفر إلى أن ننتهي خلاص ما عد نضع فاصلة أربعين تقسيم ثمانية خمسة خمسة في ثمانية أربعين انتهت القسمة إذن العدد هذا نكتبه مئة وتسعة وثلاثون ومئة وخمسة وعشرون من ألف ناقصا مئة وواحد وثلاثون وربوع اللي هي خمسة وعشرون من مئة ممكن نضع هنا صفرا اللي هي 250 من ألف ربع الألف مئتان وخمسون الآن نطرح خمسة ناقصا صفر خمسة اثنين ناقصا خمسة طبعا رح نستلف هذا بتصير صفر وهذا بتصير اثنى عشر اثنى عشر ناقصا خمسة سبعة الآن صفر ناقصا ثنين ما يصلح رح نستلف من التسعة رح نستلف من التسعة رح تصير ثمانية وتصير هنا عندي عشرة رح تصير هنا عندي اللي هي عشرة عشرة ناقصا اثنين رح يعطيني الناتج كم اللي هو رح يعطيني الناتج ثمانية الفاصلة طبعا هنا رح تنزل ثمانية ناقصا واحد رح تكون سبعة ثلاثة ناقص ثلاثة صفر واحد ناقص واحد صفر إذن كم الناتج هنا لدينا رح يعطينا الناتج سبعة وثمانية وخمسة وسبعون من الف واضح عزيزي الطلاب عزيزي الطالبات القسم الثالث لدينا هنا لهو الإجابة المطولة تكون لدينا إجابات مطولة أجب عن السؤال الآتي موضحا خطوات الحل أوجد طول ألف باء في متوازل مستطيلات الآتي نريد الآن طول من ألف باء مقربا الإجابة إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر طبعا لدينا هنا إرشاد أوجد طول باء جيم أولا الآن لدينا هنا في متوازل مستطيلات نلقي نظرة نريد طول من ألف باء طبعا ألف باء واتر في مثلث قائم الزاوية هل نعرف طولي ساقي القائمة هنا؟ هنا هذا طولة ثمانية معنات هذا طولة ثمانية سنتيمترا ولكن هل باء جيم معلوم لدينا؟ باء جيم هنا قطر هل هو معلوم لدينا؟ لا طبعا غير معلوم نوجد باء جيم كيف؟ لدينا مثلث آخر قائم الزاوية باء جيم وتران فيه هنا أحد ساقيه 12 والساق الآخر رح يكون كام؟ مقابل لهذا الضلع اللي هو 5 إذن هذا أيضا 5 واضح؟ أزائي طلاب أزائي الطالبات إذن هذا رح يكون 5 سنتيمترا نوجد باستخدام نظرية فيثاغورس جيم تربيع رح تساوي أو باء جيم الكل تربيع رح يساوي اللي هو 12 تربيع زائدا 5 تربيع اللي هو رح يساوي 12 اللي هي 144 زائدا 25 اللي هي رح تساوي 169 إذن ناخذ الجذر التربيعي للطرفين باء جيم رح يساوي سريعا كام؟ سالب وموجب جذر 169 اللي هي رح تساوي سالب وموجب ثلاثة عشر طبعا رح ناخذ الإجابة الموجبة باء جيم رح تساوي ثلاثة عشر أوجدنا طول الآن باء جيم اللي هو 13 نوجد الآن طول من؟ أحسنتم المطلوب هنا لدينا ألف باء اللي هو وتر إذن ألف باء تربيع الوتر تربيع يساوي ثلاثة عشر تربيع زائدا 8 تربيع رح يساوي ثلاثة عشر تربيع اللي هي 169 زائدا 4 وستون اللي هي رح تساوي 9 زائدا 4 ثلاثة عشر 6 زائدا 6 12 وواحد أيضا 13 واحد وواحد اثنين ناخذ الجذر التربيعي للطرفين ألف باء رح تساوي اللي هو سالب وموجب جذر مئتان وثلاثة وثلاثون نحسبها بالآلة الحاسبة رح يعطينا خمسة عشر وطبعا نقرب الحل إلى أقرب جزء من عشر رح يطينا خمسة عشر فاصلة ثلاثة من عشرة اللي هو رح يطينا رح يساوي سالب وموجب خمسة عشر وثلاثة من عشرة يعني طول ألف باء رح يساوي طبعا رح ناخذ القيمة الموجب فقط لأن الأطوال دائما تكون بالموجب خمسة عشر وثلاثة من عشرة سانتي مترا لدينا الواجب في صفحة ثمانية وتسعين وتسعين عزائي الطلاب سؤال أربعة وخمسة وستة وتسعة ولا ننسى في ختام درس اليوم الرجوع إلى بوابة عين التعليمية للاستزادة والاستفادة منها شكرا جزيلا عزائي الطلاب والطالبات ترجمة نانسي قنقر